اهلا بحضراتكم من جديد موضوع الساعة وكل ساعة الحقيقة زيادة السكانية زيادة السكانية اللي بتلتهم اي تنمية الدولة بتحاول انها تقوم بيها وبتخلي القسر اللي المفروض تحس بالتغيير اللي حصل وبالتطوير اللي حصل وبالتنمية اللي بتحصل ما توصل لهاش حنتكلم بالتفصيل عن مبادرة تحدث معه اللي بتحارب الزيادة السكانية وبتحاول انها تعمل نوع من انواع التنمية التوعية عن مخاطر الزيادة السكانية نتكلم مع دكتور فاطمة الزهراء جي رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية والخبير الديمغرافي سأل خير على حضرتك يمكن على مرة السنين شفنا حملات اعلامية كبيرة بتتكلم في هذه المسألة مسألة الزيادة السكانية اعتقد قريت ان كان في حملة اسمها انظروا حولك حملات حسنين ومحمدين وحملات كبيرة كانت بتوصل للناس بشكل كبير لكن الحقيقة ان القضية لم تحل بعد واحنا بنشوف تصاعد في مسألة فوتيرة الزيادة السكانية فالحملة الجديدة دي بتقدم ايه علشان نقدر ان احنا نحل قضية الزيادة السكانية نوصل للناس نوعيهم هو كلام حضرتك صح احنا فعلا لو تتبعنا المؤشرات الحالية لاحزنا مثلا ان في زيادة في نسبة الحاجة الغير ملبية حاجة الغير ملبية دي اللي هي السيدة اللي عندها رغبة انها تنظم او تحدد زادت ومش بتستخدم زادت يعني بعد ما كانت عشرة بقت اتنوش اذا هي عايزة تستخدم بس مش عايزة توح تستخدم لاحزنا مثلا بمعنى ان هي عندها الرغبة انها تنظم جابت مثلا اتنين فمش عايزة تجيب دلوقتي عايزة تجيب التالت بعد شوية او جابت اتنين ومش عايزة تاني ومع ذلك برغم انها عندها الرغبة ما بتروحش تستخدم ما بتقبلش على الخدمات دي مثلا الحاجة احنا بندور على الاسباب بقى هنا اه بالزبط لاحزنا مثلا زيادة معدلات الطلاق خاصة في السنة الاولى مثلا لاحزنا ان ما زال في زواج اطفال لاحزنا ان العنف الاسر بيزيد ضد الطفل وضد المرأة فايه بقى الحكاية الحقيقة انا يعني لما بصيت لده لقيت ان الرجل اساسا شريك اساسي في كل ده هو صاحب القرار وهو الاب والزوج والاخ والابن هو المسؤول بالشراكة مع زوجته او في اسرته عن كل القرارات الله دخل مش في كل الاسر في اسر الموضوع بيمتد للجد والجدة انه الاهل اللي كمان بيبقوا متذكرين اتأخرتوا ليه في انك تجيب اول طفل تجيب اول طفل يقولك تفين التاني وكأننا في سباق صح ده حقيقي بيحصل فلاقيت ان يعني رفع الوعي كان متركز فترة من الزمن على المرأة بس يعني انا برفع وعياها بخطورة لزواج الاطفال برفع وعياها باهمية تنظيم الاسر برفع وعياها بي الختان دارة لكل مع انا هي في كتير من هذه المواقف هي مفعول به هي مفعول به فعلا معاك حق يعني اما الجده فعلا لها دور او الزوج له دور فحتى العنف لما باجه اتكلم عن عنف ضد المرأة بتكلم عن المرأة برضو يعني هو العنف ضد المرأة فانو بتكلم عن المرأة ففي الحقيقة يعني السبب اني فكرت في المبادرة ان انا مرأة بشفت على الفيسبوك لقاء بقى سيدات وبتتكلم بقاهم سيدة تقريبا يعني ممكن تكون محامية او حاجة من نفس المكان اللي هم عايشين فيه في الغالب كان اسكندرية وبتتكلم بقاهم ازاي واجهوا العنف مع اللي بيواجهوه من الرجل بس بطريقة سلبية تهدم البيت فقلت لا يعني انا انا لم اتكلمش مع الرجل بطريقة باع ايجابية ابني بيت مش اهدم بيت ومن هنا جاتلي الفكرة وروحت اقالى لا دا احنا نعمل مبادرة اسمها تحدث معهم ووجهها للرجال خصيصا الرجال في كل الاعمار اه يعني المبادرة دي بتستهدف الرجال الاول بس في كل الاعمار ازاي احنا دوقتي رفعنا وعي المرأة في كل حاجة ومكنناها بالمعرفة والمعلومات والرجل اهمل لفترة كبيرة جدا ما حدش بيتكلم معي لا وهي هترجع تقوله الكلام ده يقولها بالضبط حتى فيه سيدات في بعض الندوات قالوا طب انتوا بتقولوا ان احنا الكلام ليه متغولوا للرغم صحيح فالفكرة جات من هنا فروحت مسميها تحدث معه في الحقيقة لقت قبول عند معالي وزير التنمية المحلية ووافق انها تطلق في كل المحافظات احنا عندنا طبعا وحدات سكان طبع الوزارة في السبع وشيء المحافظة حاليا بيشتغلوا مع فريق عمل متكامل حتى ادنى مستوى محلي ففرصة ان انا برصد لغاية القرية كل المشكلات المتعلقة بالقضية السكانية القضية السكانية بابعادها المختلفة مش بس تنظيم اسرة وفقط لا هي القضية السكانية لازم اقوله هتنظم ليه هتستفيد ازاي ولادك هيستفيده ازاي بالضبط وعلشان احقق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي انا لازم احسن الخصائص فلازم اشتغل على طرفين معادلة اواعي ووفر خدمة وفي نفس الوقت انا بحسن خصائص بخلي البنت قد فترة اطول في التعليم بخلي البنت تتمكن اقصاديا وتقدر انها تشتغل ويبقى عندها دخل ببرع بطالة الشباب احنا نهد عندنا عزوف من الشباب خاصة المتعلم عن الشب فانا بحتاجة انزل اتكلم مع الرجال اتكلم معهم في قضية تنظيم الاسرة اتكلم معهم في العنف ازاي عملوا الزوجة ازاي عملوا اولادهم ايه هي اسلوب التربية الصحيح ان هما يبقوا شريك اساسي في التربية بش بس كل حاجة على الرجل طول عمرنا ابقنا لهم دور وكلنا تربينا فعلا في اسر القب دلوقتي يمكن الظروف الاقتصادية قصرت دور الراجل او حددته على انه بيشتغل وبقيت المواضيع كلها مع الست حتى لو هي كانت بتشتغل عايزينه يرجع تاني ياخد دوره في الاسرة كشريك اساسي مع زوجته او شريك اساسي داخل الاسرة سواء بقى اخ سواء اب سواء ابن لازم يبقى له رؤية سليمة وقرارات رشيدة مبنية على معرفة فاحنا اتفقنا ان احنا هندرس ونرصد ايه هي المشكلات اللي بتواجه الاسرة من جانب الرجل ونبدأ نعمل حملات توعية للرجل سواء اطفال زكور في المدرسة سواء شباب في براكز شباب سواء رجال في المساجد في الجوامع بنروح لهم بالدور العمدة نقعد معاهم فاحنا بنروح لهم مكان بيروحوا لهم الفريق العمل بتاع بيروح لهم مكان يعني الإقامة بتاعتهم او المكان اللي هم بيترددوا عليه طبعا شكل فريق العمل بقى داخل دا عمل جيدا عشان انا عشان نسمع كلام اول حاجة الاول اللي بيتكلم دا حاسس بيا عارف ظروفي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا لا حيوصلني الكلام او مش حيوصلني الكلام او هيدخل مننا ويخرج مننا مزبوت جدا بصي حضراتك احنا عملنا في الوزارة اطار مؤسسي متكامل عشان نعمل حوكمة لملف السكان عملنا الاول اطار الاطار دا عبارة عن وحدة داخل الدوان من المحافظة وبعدين الوحدة دي تحتها منصقين سكان لغاية ادنى وحدة محلية في القرى يعني المنصق من القرية فاهم خصائص القرية ومصدر ثقة للناس اللي في القرية وبالتالي هو عارف ايه المشاكل السائدة في هذه القرية بيعتمد في رصده للمشكلات على حكتين على المؤشرات واحنا طبعا مدربينهم احنا عابلين 88 مؤشر لقياس ابعاد القضية السكانية كلها مدربينهم عليها ويهي كمان على الملاحظة ومعيشيته للمجتمع بيرصد الكلام ده وبينقشوا داخل لجنة احنا برضو اسسناها لجنة بيرقصها رئيس القرية ورئيس المركز واعضاءها ممثلين مدريات التنفيذية كلها ومجتمع مدني ومجتمع وقطاع خاص وشباب بيرصد الكلام ده بيحللوا بيحط الأسباب بتاعة المشكلة لرصادها وبيبدأ يتناقش مع اللجنة دي في الحلول وبيحطوا مع بعض حلول الحلول دي بتعمل منها خطة تشاركية يعني ممكن المشكلة الوحدة اللي تم رصدها يشارك في حلها أكتر من جهة أو أكتر من مدرية تنفيذية الأوقاف مثلاً الكنيسة الصحة التعليم يشاركوا كلهم في حل مشكلة واحدة نسر رفضة جديدة أعتقدوا فيها اختلافات عن اللي كان بيحصل لبلكتر لا إحنا ما عملناش استراتيجية إحنا بنعمل حوكمة فعملنا إطار الأول مؤسسي عملنا مؤشرات لقياس الأداء بنبني قدرات المنصقين دول عملنا رفع وعي بالقضية السكانية بين القيادات وبين المجتمع اللي في القرية عندنا مشاكل في القرية كل البرامج اللي كانت بتتم كانت بتتم على مستوى عالي شوية ما حد تش دزل للقرى وأساس المشاكل بتاعة القضية السكانية في القرى المفاهيم المغلوطة العادات والتقاليد المورسات الخطيئة المعتقدات الدينية الخطيئة الناس دي هي سبب والله يا دكتور وأحياناً في الحضر يعني أنا بقيت بحس مؤخراً أنه مستوى التعليم مالوش علاقة قوي بالمسألة لأنه ممكن جداً تلاقي أسرة حالها ميسور ومتعليمة كويس جداً ما شايفينه أنه نخلف أربعة وخمسة وهنا بقى بيجي الموضوع أنه بتلاقي أنه الأمة مش قادرة تكون مركزة بالقدر الكافي مع الخمس أطفال أو الأربع أطفال وتربيهم هو الموضوع مش بس فلوس لا هي قناعة وثقافة قناعة وثقافة وإيمان بأهمية الاستثمار في الأطفال مش أن ده أنا أجيب أطفال لمجرد أن ده أنا يبقى عندي عزوة وتأمين اقتصادي في المستقبل وتأمين تأمين اجتماعي في الوقت الحالي هذا موضوع تايي أنه يبقى عياله وهم يكبروا وبيشتغلوا وبيدخلوا داخل الأسرة وده أعتقد موجود في كرة كتير وبنسمعه في معظم عند أهالينا في الكرة التفكير تسائد جداً جداً معين السنة ربنا سبحانه وتعالى بس في الحقيقة إحنا لازم برضو نعمل تأمين اجتماعي جيد جداً لكبار السن لأن لو عملنا ده في الحقيقة والشاب الصغير لا أن الأب بيكبر بيطلع معايش لكن عنده تأمين صحيح كويس عنده معايش يعايشه حلو إذا هو مش بحتاج لولاده هو كمان حيفكر بيجيبش أطفال كتير لأنها عملية بتوارسة ما بينكم وما بين وزارة التضمن في الكلام ده لأنه حقيقة هنا بتفكي تشبكات مهمة جداً ما اسألت أنه أنا بفكر أخلف كتير عشان ابني رأيني لما أكبر لكن أنا لو يعني شايف أنه الدولة بتضمن لي ده الحياة الكريمة لما أكبر أعتقد أن ده حيساعد في تغيير المعتقدات طبعاً زي بالزبط زي بالزبط ما غيرنا معتقدات الأم تجاه العدد الكبير من الأطفال نتيجة ارتفاع وفيات الرضع في الماضي يعني في التمانينات كانت وفيات الرضع 200 مثلاً حاجة و20 لكل ألف مولود حي النهاردة وفيات الرضع 24 لكل ألف مولود حي الفرق ده بسبب تحسن صحة والتطعمات فالأم اللي كانت بتجيب 12 عشان يعيش ستة النهاردة بتجيب العدد اللي هي عايزها وبتج تضمن أن صحيته هتبقى كويسة وحيعيش فنفس الفكرة بالزبط مع بقى الكبار عايزين نعمل ده مع الكبار لأنه هو ده فعلاً اللي حيغير تفكير الشباب افتجاه موضوع التأمين الاقتصادي والاجتماعي لدى الكبار السل طيب يا دكتور وإنتوا بتتكلموا مع الشباب لما الفرق بتاريت تنزل عندنا حوالي عشر محافظات بدأوا يشتغلوا في الموضوع فعلاً أول ما تم إطلاق المبادرة تم إطلاقها في إنا و الأقصر وأنا حضرت هذا الإطلاق وعملنا حوار مجتمعي مع الأسر الأول وبعدين مع الشباب علشان نستكشف إيه هي نقاط الضعف اللي يحتاجين عندهم مية لأنهم يجوا يسمعوا في إقبال جداً ما تتصوريش أولاً إحنا منتكلف كل حاجة العنف المخدرات منتشمة شوية كله يعني مرتبط ببعض النتاج اللي يعني فعلاً نتاج فعلاً آخر عنف مخدرات ما هو يعني التجميع دي هي اللي بتصعب حياتك للأسف عزوف عن العمل الشاب متعلم وبينين في البيت ده كلام الأسر ومش عايز يشتغل فيه قيمة العمل اللي كانت سائدة في وقت من الأوقات إن الرجل ده هو اللازم يشتغل هو المسؤول هو المسؤول عن فتح بيت لا ده هو قاعد في البيت طبعاً قاعد في البيت ما بيشتغلش ده محبط فبيضطر يلجأ للمخدرات عاية تجربة لكل حاجة المخدرات هتزود العنف عنده هتخليك كره نفسه وكاره اللي حواليه ممكن يعمل جرائم ممكن ينتحر لإن لقى المكتبع رفضه فدي كلها حاجات مترتبة على بعضها فإحنا محتاجين نتكلم معهم حضريني حالات الانتحار زادت بين الشباب يعني أنا عندي مبادرة اتعاملت في الجيزة عشان بوضح حالات الانتحار ده وبقى فيه كلام مع الشباب وده مهم جداً يا دوكتور لتنمى بالصحة النفسية مؤخراً مع كل المتغيرات اللي بتحصل حوالينا لازم إحنا كمان نكون مانتبهين لمسألة الصحة النفسية فدي نقطة مهمة جداً بجانب مبادرة التحدث معه احنا بنشكر حضرتك شكراً جزيلاً ان شاء الله يعني كل التوفيق في هذه الجهود شكراً جزيلاً دكتور فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية والخبير الديمغرافي شكراً جزيلاً نورتينا نروح مع حضرتكم دلوقتي لفاصل ونرجع بعد ونكمل كلامنا خليكم استنين